تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد إثر قيام متظاهري تيار صدري باقتحام المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب أمس انسحبت على أغلب محافظات البلاد حيث شهدت محافظة واسطة المحاذية لبغداد إعلان حالة الطوارئ بأعلى مستوياتها وتطبيق إجراءات أمنية صارمة تضمنت نشر قوات النخبة لحماية المؤسسات والدوائر الحكومية إجراءات مشددة على الدوائر الحكومية الموجودة في مركز المحافظة المصارف المستشفيات المباني الرئيسية الدوائر المهمة الموجودة في المحافظة أعلان حالة الطوارئ في بغداد هذه أعلان حالة الطوارئ تأتي بجوانبها وآثرها على المحافظات خاصة المجاورة لبغداد وهي عبارة عن حملة وقائية لا أكثر فقط لحماية المؤسسات المهمة في الدولة وتتضمن الخطة الأمنية تجديد الحماية على الدوائر المهمة ومنها المصارف ومباني السلطتين التشريعية والتنفيذية ومضاعفة نشر قوات أمنية في أغلب محاور مدينة الكوت بهدف حفظ الأمن العام حيث عبر مواطنون عن تأييدهم لهذه الإجراءات وأنها تنسجم مع دعوات الإصلاح التي يدعو لها المتظاهرون نشد على إيد القوات الأمنية حفظ هيبة الدولة وحفظ الدوائر الحكومية وبنفس الوقت نطالب بإصلاحات حقيقية كتظاهرات إذا أريد أن نحافظ عليها ونحافظ على هيبته هو مقارنة بهذا لازم نحافظ على هيبة الدولة وهيبة القانون وفيما تحظى تظاهرات الإصلاح بدعم شعبي كبير تسود حالة من الترقب والحذر معظم محافظات البلاد منذ يوم أمس خشية تفاقم الأوضاع الأمنية على خلفية الأحداث الأخيرة نتمنى أن تكون هذه الأمور في مستوى المسؤولية وأن لا يكون فيها تجاوز على ممتلكات الدولة وخوفا من اندساس بعض الأطراف الأخرى التي تحاول إشعال الفتنة إجراءات أمنية مشددة تقول السلطات المحلية في محافظة واسطة أنها اتخذتها لتأمين الحماية للمؤسسات الحكومية والمصارف على خلفية تفاقم الأوضاع الأمنية في العاصمة بغداد من مدينة الكود أكرم ربيعي الحرة